أزمات عديدة تشهدها عيدة دول عربية لاسيما المتعلقة بالقضايا الأمنية ضف إلى هذا الصراعات القومية التي تشهدها بعض الدول العربية فالمقاربة الأمنية في إعلان الجزائر تؤكد الرغبة في حل النزاعات دون تدخلات الأجنبية بحل عربي عربي نتحدث على مقاربة تسوية الأزمات العربية فنحن نتحدث على مقاربة جديدة تفرض نفسها وقد يكون هناك عمل على ميكانيزمات وأدوات وأليات لتفعيل هذه المقاربة الكل أصبح يدرك طبيعة الخطر، طبيعة التحديات، طبيعة كذلك الرهانات والكل صوب البوصلة نحو توحيد البيت العربي استحداثوا أدوات جديدة على مستوى صناعة الاستقرار في الدول العربية بمقاربة جديدة تبنى أساسا على تسوية الأزمات وتحقيق التكامل العربية هو أن مخرجات هذه القمة هي مخرجات واقعية قابلة للتطبيق باعتبار أن هذه المخرجات مست مختلف الجوانب التي تشكل تحديات بالنسبة للمنطقة العربية وبالنسبة كذلك لبعث العمل العربي المشترك نحن نتحدث على استحداث أدوات جديدة لبعث العمل العربي المشترك خاصة على مستوى صناعة الاستقرار مخرجات عديدة جاءت في إعلان الجزائر الذي ثوجت به القمة العربية في نسختها الحادية والثلاثين مع مقاربة تضمن فتح باب الحوار بين الزعماء العرب بعيدا عن التدخلات الأجنبية وحل الأزمات بطريقة سلمية موسيقى